أمور منها سحب الثقة من جمال ولد عباس الأمين العام السابق للأفلان وأيضا كان هناك خلاف ربما حول آليات الانتخاب وتعين لجلجان الانتخاب وبخصوص القانون الداخلي وطريقة العمل به طبعا لمزيد من التفاصيل تلتحق به وتنضم إلينا عن المباشر زميلة إيمان طبيب مفدت تلفزيون النهار إلى قصر المؤتمرات إيمان طبيب مساء الخير مساء الخير زميلي رضا ومساء الخير بكل صداء المشاهدين نعم كما كنتم تتابعون وعلى المباشر فعاليات اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد إذن كما كنتم تتابعون سبب شتم تخوين منوشات كلامية وصل إلى حد استعمال الأيدي والعراق نعم هكذا كان اجتماع اللجنة المركزية اليوم والذي يأتي في ظروف استثنائية وهو الحراك الشعبي الذي يدخل شهره الثاني هنا في قصر المؤتمرات تم قبل قليل تجميد عضوية جمال ويلد عباس بأغلبية من أعضاء اللجنة المركزية والذين طالبوا أيضا بتجميد عضوية وزير العدل السابق طيب لوح نعم أعضاء اللجنة المركزية ومنذ الصبيحة رفضوا رفضا قاطعا أن يترأس الجلسة عضو المكتب اللجنة المركزية بو مهدي ربما طالبوا أيضا كل شخص كان يحسب على النظام السابق أو كان يحسب على جمال ويلد عباس إلى حد الساعة ربما هذه الأجواء التي كنتم تطابعونها مباشرة دفعت بو مهدي إلى رفع الجلسة إلى غاية أن يهدأ أعضاء اللجنة المركزية نعم إيمان من خلال وجودك هناك لاحظنا أيضا هناك سراع ما بين الجيل القديم أو ما بين الحرس القديم والجيل الجديد رحضنا أن المنواشات هذه كانت دائما هناك اعتراضات من قبل أعضاء شباب نعم زميلي رضا المنواشات كانت بسبب رفض أن يترأس كما قلت الجلسة بو مهدي نعم هناك سراع بين الجيل الجديد والجيل القديم والجيل الشديد يرفض رفضا قاطعا أن يترشح للأمنة العامة أي شخص محصوب على النظام السابق أو من رموز النظام أو كان محصوب على جمال التحباس مطالبين بوجوه جديدة نظيفة ذو كفاءة ربما يتقبلها الحراك الشعبي للإشارة فقط بأن المسارات التي جابت مختلف الأراضي الوطنية منذ بدايتها في 22 فيفري كانت ساخطة خاصة على حزب الأفلان واليوم الحزب الأفلان في هذه الظروف الاستثنائية يحاول تلميع صورته من جديد ويحاول أن يكون كما كان في السابق حزب الشعب وأن ربما يتبرأ من كل تهم التي كانت تنسب إليه منذ بداية الحراك الشعبي ولذلك ربما شهدنا هذه المناوشات الكلامية وهذا التخوين منذ بداية الجلسة ولذلك هم يقدرون للشعب الجزائري عن كل مبادرة من الأفلان حين كان في المرحلة السابقة المحسوبة على النظام السابق ولذلك كما قلت لك هم يطالبون بوجوه شبابية جديدة ذو كفاءة والأهم من ذلك أن تكون مقبولة لدى الشعب الجزائري حسنا أن الأفلان له أرضية شعبية كبيرة نعم إيمان ما يلاحظ أيضا في القاعة وفي هذه الدورة لاحظنا أيضا غياب وجوه قديمة داخل الحزب يعني وجوه كانت معروفة بدفاعها عن أفكارها داخل الحزب طبعا محسوبة على الحرس الجديد أين هذه الوجوه حسب أصداء الموجودة هناك نعم المفاجأة الكبرى كانت هي عدم حضور جمال ولد عباس إلى هذه الجلسة لتقديم استقالته ولحضور انتخاب أمين عام جديد أيضا كما قلت زميلي رضا عدم حضور وجوه قديمة على غرار بالخادم على غرار سعيداني والتي كانت تسمى من نسور أو من قصور الأفلان لاحظنا أيضا حضور الأكثرية هو حضور من الشباب نعم هل حضور الشباب إيمان يدل على كما قلنا على نية صادقة ربما لمستيها أنتم وحضوركم هناك على أنه فعلا هناك نية لدى أعضاء اللجنة المركزية على خلق قاعدة جديدة فتية داخل الحزم نعم منذ مجيئنا إلى هنا صباحا بعض الأنباء تقول بأن الأمين العام الجديد لألافلان سيكون من الشباب ولكن ليست هنا لكأنباء مؤكدة إلى حد الساعة يعني بعض الوناوشات التي حدثت هنا وهذا التخوين وهذا السب والشكم الذي حدث هنا خاصة وكما قلت أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بوجوه ليست محسوبة على النظام السابق أعتقد أن إعلان ترشح لأمان العام للأفلان سيكون صعب جدا نعم إيمان كسؤال أخير فقط ماذا ينتظر أو ما هو مرتقب بعد قليل ربما شهدنا رئيس اللجنة يقول بأنه لابد من ضرورة تعيين ثلاث أشخاص عن كل ولاية ما هي الخطوة القادمة؟ إذن الخطوة القادمة هي قبل كل شيء هدوء عضاء اللجنة المركزية كي تستأنفى الجلسة كي يتم إعلان عن مترشحين للأمانة العامة حتى ينتخب أمين عام جديد ويكون الصندوق الفيصل هنا يؤكدون أن الصندوق سيكون هو الفيصل بأن الأعضاء اللجنة المركزية الذي سيصوتون عليه هو الذي سيكون الأمين العام للأفلان إذن بعد تهدئة عضاء اللجنة المركزية سيأتي دور إعلان أسماء لتعلن ترشحة للأمانة العامة للأفلان بعد ذلك سيتم انتخاب أمين عام جديد للأفلان في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر والذي سيعمل على قيادة الأفلان في المرحلة السابقة إذن لحد الساعة ربما بعض الغموض بعد هذه الأجواء المشهونة التي كانت هنا في قصر المؤتمرات سنرى ما تحمله الساعات المقبلة والتي ستكون حاسمة في تاريخ الأفلان نعم موفدت تلفزيون النهار إلى قصر المؤتمرات تأتي نتعقد ندوة الاستثنائية أو دور الاستثنائية للأفلان من هناك من طبيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك